ما جرى اليوم في مجلس النواب المصري مجلس النواب المصري بيسن سنة جديدة وهي مساءلة كل وزير من الوزراء بعد أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي بيانه الرصين أمس النهاردة كان فيه بيانين البيان الأول من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والبيان الثاني من سيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وزير التعليم العالي النهاردة عرض إنجازات الوزارة وإجمالا عشان ما أخش في التفاصيل قال إن إحنا عندنا إجمال الإستثمارات في التعليم والبحث العلمي وصل لـ 151 مليار جنيه 151 مليار جنيه واتكلم عن تطول المناهج والاهتمام بالزكاء الاصطناعي لتلبيط مطلبات سوق العمل المحلي والدولي ورئيس البرلمان النهاردة الدكتور حنفي جبالي قال إن فيه 100 بيان عاجل تقدم بها النواب وبعض البيانات العاجلة لكنها لا ترقى لهذا الوصف الدكتور خالد عبدالغفار تكلم بشكل تفصيلي وقال إن قطعنا أشوات طويلة في مشوار التطوير والتحديث والبنية التحتية للمنظومة التعليمية وأشار إلى أن الموازنة العامة للتعليم العالي بلغت 65 مليار جنيه بدلا من 35.5 مليار جنيه في 2018 وقال إن عرد الجماعات وصل لـ 27 جامعة بعدما كانت 24 جامعة وقال إن عرد الكليات وصل لـ 360 كلية بعدما كانت 249 ويتكلم على البرامج الجديدة قال عندنا 180 برنامج جديد حيتكلم على إنجازات وزارة التعليم العالي وإحنا شاهدنا خلال الفترة الماضية كيف كان يتابع الرئيس لحظة بلحظة تابع كل ما جرى الوزير كان بيتابع طبعا كان فيها أسئلة ليه سادة النواب والتفسرات من السادة النواب أجاب عنها الدكتور خالد عدفار بشكل يعني بشكل دقيق وقال إن إحنا وصلنا إلى جزء كبير من اللي إحنا كنا مخططينه ومازال في الخطة الكثير للوصول إلى عندي جامعة لكل مليون مواطن وده أعتقد ده المعيار العالمي وهنوصل له ده كان الدكتور خالد عبد الغفار ويكلم برضو الدكتور عن التنسيق الإلكتروني تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص في الجامعات الخاصة وأكد لنا تدخل في معايير القبول ونسعى للقضاء على التمييز وقال لرحمة لنا في مواجهة المخالفات وتكلم الدكتور خالد عبد الغفار إن في إجراءات للضبطية القضائية حيال معاهد بيرسلم وشكر وزير التعليم الأطقم الطبية في المستشفات الجامعية التي تواجه أزمة كورونا ووزير التعليم رد على وكيل مجلس محمد أبو الهنين قال صندوق رعاية المبتكرين يمكننا من دعم ورعاية النوابغ ويتكلم عن أزمة ثقة بين الباحث والقطاع الخاص ترجمة نانسي قنقر